افتكر انك تشترك في القناة وتفعل الجرس وتضغط لايك عشان يجي لك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب الصف الخامس ساينس معكم مستر طارق مدرس اول ساينس وحنكمل مع بعض منهج التربة التاني جونيور 5 يونت 3 كونسبت 3.2 بيتكلم عن الووتر اهميت ايه في حياتنا سؤال سهل جدا نبدأ مع بعض باسئلة يلا بينا الووتر يستخدم في الكثير منهج التربة كما تشترك فيجتابلات وفروت صح او لا true وانت مغمض الووتر اهمية الماء في حياتنا هنتكلم عن اهمية الماء في حياتنا وزي ما متعودين احنا بناخد الدرس زي حكاية ولد اسمه يحيا بيسأل بابا اهمية الماء يا بابا فبابا يقول له قال له ايه قال له قال له بسطاد وبعملات النقل عن طريق الشب فين في الووتر تمام قوي هل الماء ليه هي استخدمات تانية فبابا قاعد يفكر وبعد ما فكر قال له اه قال له احنا عندنا هنا في مصر عندنا حاجة اسمها الهي دام الهي دام اللي هو وساد العالي ايه لازمته بيعمل ايه وحنعرف ازاي واجه لكالتشر الزراعة يبقى كده بنتكلم في الاول على اهمية الماء امبورتنس اوف يوتر امبورتنس اوف ووتر اين اور لايف طب سورس اوف ووتر الماء يتيب يتجي لنا منين مصادرها ايه عندك ريفرز ستريم ريفر يعني الانهار ستريمز المجالي الماء ليكس اوشان احفظه كده ريفر ستريم ليك اوشان تاني ها ريفر ستريم ليك اوشان جليشر جراوند ووتر بوند سي رين جليشر جراوند ووتر بوند سي رين كل ده سورس اوف ووتر وحنعرف من فيهم السولتي ووتر ومن فيهم الفريش ووتر اين ايجت ووتر ايز يوز توجينريت الالكتريستي ات اسوان هاي دام لسه من شوية كنت قلت سؤال ده صح والغلق ترو نكمل مع بعض عندي نعين من المية فريش والسولت المية الفريش دي بيجلنا منين المية العزبة بيجلنا منين ريفرز رين يعني جليشر يا مستر يعني الجليد الجليد المتجمد شبه الجبال الجليد كده زي المنظر انت شايفو ده كده قدامك اسم جليشر طب المية الجوفية التحت الارض البحيرات المجار المائي كل ده المجرى المائي يعني كل ده اسمه ايه سورس اوف ريش ووتر طب سورس اوف سولت ووتر سهل قوي السورت ووتر حاجتين الاوشان والسي فيش غيرهم تمام موسط اوف ليك حلو بس السؤال ده مهم جدا خد بالك من ده اعلم عليه بيقول لي موسط ليك اسم معظم بحيارات مالها فريش ووتر يبقى معظم البحيارات فريش ووتر عشان بيجي لك complete السؤال ده اخد بالك هنا بيقول لي كونسورف فريش ووتر ازاي بعمل كونسورفينج فريش ووتر يعني ايه يعني ايه كمية كونسورف يعني باستعمل الميا يوز ووتر انكوريكت وي استعمل الميا بطريقة صحيحة تمام عشان الميا تبقى موجودة معي على طول ايه الحاجات بقى ويمص كونسورف زلمت امعوند فريش ووتر لازم نقلل او لازم نرشد من استخدام الميا ازاي مسلا بقلل من الميا تاني اشرب عصير بدل ما بدل الميا اقفل الحنفية بلاش تفتح الحنفية قوي يعني ممكن تبنى كوباية بس تاني خد بوش سريع مش رازم تقعد ثلاث ساعات في الحمام وتقعد تغني انت مش عمر دياب turn off the water while washing your hair يعني وانت بتغسر شعرك ايه في الميا لابا الحاجات دي كلها بعملها ليه to conserve water تاني to conserve fresh water ما بعض there are two types of water ايه هما انواع الميا ها fresh و salty جميل from source of fresh water المياه الفريش بيجي لنا منين ها اخد وقتك مثلا fresh يبقى river صح number one river number two bond number three streams امتاز from source of salty water فيش غيرهم the ocean والسي نحل مع بعض احنا قلنا هتحل كتير هتبقى وات خطير ماشي البنات حلوا كتير جدا في الساينس عشان يبقى مادة سهلة بالنسبة لكم يلا بينا مع بعض حبيبي the basic liquid matter which is needed by human خب لك بسؤال ده بيقول لي basic liquid يعني المادة السائلة الأساسية اللي كل الناس بتحتاجها هي مين وانت مغمض water ممتاز نكمل مع بعض بيقول لي بعد كده water can control the of living organized body المية تتحكم في ايه temperature ممتاز صح فعلا احنا ما يكون مثلا سخنين يمستعمل المية عشان المية بتقليل من درجة الحرارة خلاص دايما الدكتورة ما تروح له يقول لك اشرب مية كتير انت جسمك عبارة عن مية blood عبارة عن water فالwater control the temperature تحكم في الحرارة الجأكسان 3 all the following are from source of water on the earth accept معايدة اخب بالك من كلمة accept قلنا لما نلاقي accept يبقى ادور على حاجة عكس اللي انا قريته عايز حاجات ما بتديش مية molten rocks نكمل مع بعض among the ways of conserving fresh water احافظ على المية ازاي اقرى كده الاسئلة دي واحدة واحدة حتى لو انت بتقرى السؤال وفي كلمة مش عارف معناها حاول تفهمها من السياق تفهم الجملة كلها ايه الحاجة اللي ممكن اعملها عشان اقل من السيادة المية اوفر المية سمعك بتقول ايه ايوه هي دي اللي هي ايه بقى اللي هي خد شاور على السريع الانسان عايز يشرب هيشرب ايه او يشرب منين ممتاز خد وقتك برضو خد وقتك مش ما تستعجلش كلمة اللي ما بلاقيها في الاخر بدور على حاجة عكس اللي انا قريته سمعك بتقول الانسان ممكن يستخدم المية في كل ده معادة معادة ايه خد وقتك تكسير السخور يعني كمية المية يبقى ايه طبعا يعني المية تقريبا تلتين جسمك نكمل مع بعض او بيقولك نسبة اولا نسؤال ده صح ولا علط وانت مغمط كده طبعا فالس 4- turning off water tape while washing your hair is from the ways to conserve water 5- 5- ocean are considered as salt water bodies true we can't drink the water of sea drink sea false scientific term it's the liquid that makes up about two thirds of the human body two thirds يعني تلتين جسمك حاجة موجودة liquid موجود في كل جسمك يبقى اسمه ايه water two a type of water which is suitable for drink water so suitable for drink يبقى fresh water complete in high dam water is used to generate electricity rivers contain dot water while ocean contain dot water river contain ايه fresh water top of ocean salty water three glacier are source of fresh water which have a dot state of matter يبقى هنا ايه glacier ده اللي هو الجليد المتجمد have a state of matter solid state solid state يبقى three solid يبقى glacier عبارة عن fresh water مية عزبة بس متجمدة جليد we must take a quick shower to conserve conserve ايه conserve fresh water give reason for we must conserve fresh water because we need it in all because خد وقتك في سؤال اولا ولا اولا اسيب لك وقت in all our life في كل حياتنا دي اجابة او because the percentage of fresh water is smaller than the percentage of salty water عشان كمية المية العزبة المية الملحة واحد يقول لي طب انا عندي اجابة تانية اقول لك براحتك انت بقى شوف الاجابة اللي تمشي معك ايه ليه لازم احافظ على المية العزبة because we need it in all our life في كل حياتنا because we use it in drinking and washing شو الجلزة واحافظ عليها واحد يقول لي مسلا because the fresh water is less than the salty water شنوية العزبة اولا ايه لأيه لأيه اي اجابة صح two we should turn off water tape during brushing your teeth يعني قافل الحنفية وانت بتاخد ايه وانت بتغسل سنانك اللي اجابة فوق ايه السؤال ده اجابته فوق السؤال ده اجابته فوق ايه to conserve fresh water people don't conserve fresh water يحصل ايه لو الناس ما وفرواش المية the percentage of fresh water will decrease واحد يقول لي مسلا we can't find water for drinking مش هلاقيه مية للشرب صح تمام هنا بيقول لي السؤال ده جميل جدا put in front of source of fresh water و s in front of source of salty water يعني الحاجة اللي هي المصدر اللي بتاعدها بتاعدها اللي بيدي مية fresh حط قدام حرف f وتانية اللي بيدي مية salt حط قدام حرف s in nye river يبدأ ايه سمعك بتقول f طب salt طب f يعني fresh طب ليك اصل ليك اصل دي مهمة جدا تبقى ايه سمعك بتقول salt طب اكو فاير هم fresh طب الاوشان salt نكمل مع بعض part one الرسمة دي جميلة جدا part not represent fresh water مين بيمثل fresh water part b طب part not represent salty part a type of water which human can drink is represent by part a الانسان ممكن يشرب ايه part b top ocean is an example of water part is which is include in part a الاوشان دي طبع اني واحدة من دول a طبعا we must conserve the type of water that is represent by part لازم نحافظ على ايه المية هي اللي هي بي because it's smaller than salty water شنية مية قليلة خلاص because it's amount is smaller than salty water هي حبة تغيرين حبز عليهم نكمل مع بعض نكمل مع بعض water of earth ده هنا ده اكتيفتي جميل جدا خلاص ايه الهدف منه بس ان انا 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 بعرف ان الفريش ووتر مصادرها زي ما قلناها من شوية طب صح ولا غلط فريش ووتر سري برسنت ها true most of earth is covered by water الارض كلها covered with water so our planet looks blue عشان كده الكوكب بتاعنا بيبين من برا لونه ايه ازرق ليه most of earth cover with water وإحنا عرفنا الووتر ايه هي وانواح هي تمام لو كلمنا عن نمسك واحدة واحدة ونتكلم عنه يحيى هنتخيل ان ولد اسمه يحيى ركب باللون باللون ده هو ايه اللي هو المنطاد وبيتير بيتفرج على حاجات دي من فوق شايف قدامه نايل ريفر نايل ريفر اللي هو نهر النيل نايل ريفر الماء اللي في ايه فريش هو نزل شوية كده بالمنطاد رح منزل كده ايه زي اه منزل كده زي جارد الكه صغير وراح جايب ماء من تحت وشرب لا الماء فريش عشان يعرف الريفر ده بيجي من نهر النيل بيجي من ايه من ماونتن يبقى الريفر مصدره منين من ماونتن بيجي من الجبل الماء بتنزل بسرعة كده باندفاع فازاي النيل تكون ازاي الدلتة تكونت انا عندي حاجة في مصر اسمها دلتة اللي هو المنظر ده هنعرف مع بعض ازاي الدلتة تكونت ببساطة انا عندي نهر النيل بيجري هوا من تحت ببساطة معي ده كده نهر النيل اهو بيجري كده من تحت صح بيجري وهو بيجري بيبقى شايل ايه بيبقى شايل حاجة اسمها سيدمينتن 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 رواصب وهو نهر النيل دوت في عندي حاجة اسمها ريفر بانك يعني ريفر بانك ببس همستلهاي لك هوا كده هنا علمين وعالشميل ده اسمه ريفر بانك جوانب النهر فالنيل هو ماشي بيجري بيحك هنا ويحك هنا ففيه صخور بتقعة فحسن حمستل لك بحاجات سوداء بص معي في صخور كده في صخور هيده بتقعة صخور بتمشي على نهر ايه بتمشي بتجري مع النيل فالصخور دي تبدأ تجري 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 مع جريان المية مع جريان ايه المية بص المنظر ده كده عشان تبقى انت متخيل معي ما هي بتجري والصخور بتجري معاها وهي بتجري السخور دي فنهر النيل بيجري هيقابل ايه هيقابل في وشه البحر سي فلما قابل السي يغبط فيه بص بالحركة دي ركز معي في حركة دي بص مع الحركة دي ها هقول ايه هقول كده نهر النيل اهو قابل البحر في الحيطة دي اه قابل هون هين هين بص معي قابلوا هنا امسح بس كده عشان ايه يبقى كل حاجة بعين فلما قابلوا هنا عمل ايه عمل المنظر ده نهر النيل وعمل ازاي بقى بص بص سويني كده اخليك معي بص اهو نهر النيل خبط في البحر فعمل المسلس ده حاجة اسمها دلتة فهمت الفكرة يبقى وينزر ريفار ميتزا سي ات ميك دلتة بكوز ايه الحاجات اللي هو شايلها دي اسمها حاجة السوداء اسمها سيدمينتنس السيدمينتس اللي حاجة الصخور دي لما تغبط تبدأ تنتشر يمين وشمال بالمنظر ده كده وكده وتترصف وتعمل شكل مسلس دلتة عشان كده بيقول لي ايه بيقول لي الدلتة شكل مسلس اف مد ما هالمد دي الطينة اللي النيل بيجريب وشايل طينة وشايل صخور وينزر ريفار ميتزا سي لما الريفر قبل ايه قبل البحر اوكي فهنا بيقول لي خطوات بيقول لي ايه الخطوات عندك بيقول لي ان الريفر دايما عندي جبل يعني جبل كبير اهو الريفر اللي هو النهر بيبدأ من بيجي بالجبل فيبدأ ينزل خلاص بيجي بسرعة يعني النهر هو نازل بيعمل كده ايه وديان مجرى ماء ايه كده بتحرك بسرعة بتحرك بسرعة الارض المية بتبقى مشايلة معها ايه الصخور صخر 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 دي صخور ايه صخور صخور ماشي عايم على وش ليه النهر السخور دي بتعتاج دي مع المية لحد ما المية المية البحر المية النهر تغبص في البحر زودتها السلو داون سرعة تتقل عشان خبطت في حاجة طب والصخور اللي فيها تبدأ تنتشر يمين وشمال فاهمناها تمام نكمل مع بعض خد بالك لما يجي لك في السؤال في الامتحان ويقول لك كلمة وانت مغمض ما تفكرش ما تفكرش ما تحترش اي حاجة خد بالك هتقوله كده نعلم بس عليها عشان يبقى ايه التعبين هتقول لش رينجر شي بيبقى اسمه مني دلتا نكمل مع بعض بعد ما يحيا بتطير بالبلون بتاعه على نهر النيل هيروح على ليك فالليك اللي راحة اللي اسمها ايه ليك ناصر بحيرة ناصر نوع الميا اللي فيها ايه قالك موسط ليكس كونتين فريش ووتر يحيا طلع له من بحيرة ناصر تمساح كروكوديل فيح يا بيسأله قال له يا تمساح قال له عايش ايه قال له انا هنا عايش مرتاح انا عايش في ليك ناصر من زمان في بحيرة ناصر قال له طب الليك دي يعني ايه قال له الليك معناها منطقة منخفضة يعني مسلا النهر يبقى كده فوق وفي تحت بينه كده على جنب تحت كده اهو منطقة كده منطقة كده منخفضة هي المنطقة دي يبقى النهر بيجري فوق وفيه المنطقة تحت كده منخفضة المنطقة دي اسمها ليك اسمها ايه ليك اوكي مش هعلم هيلك ايوة هي المنطقة دي بس المنطقة دي دي اسمها ليك يبقى النهر فوق وفيه منطقة كده منخفضة شوية بتعمل بحيرة اللي دايما الليك بيحويلها ارض يعني بس المية حواليها ارض. لما المية حابة من المية دول تتجمعه في المنطقة المنقفضة. يعملوا ايه? يعملوا يعني الوطنة تبقى ماشية فوق. المية بتجري فوق كده. على الارض من فوق. زي المية دي كده. بس هنا. مسلا هنا كان فيه مية بتجري كده. فيه مية بتجري كده. وبتجري فوق كده. في حبة مية جمعه تحت. عملوا ايه? لك. نكمل. يعني 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 زي بص المنظر ده. خلاص? هي المنظر انت شايفوا ده. هي بالزبط كده. فكلمة عشان تبقى انت متخيلها هو المنظر ده. ان عايزك تبص على صورة وتعرف هي دي. ممكن تبقى مية فرش. ممكن تبقى مية صلتي. صلت. يعني عبرها عن ارض بس فيها حبة ايه? حبة مية متجمعين. حبهين. حبهين. يبقى اسمها ايه? كل اللي هي البراك والمستنقعات. براك يعني حبة مية متجمعه. حبة مية متجمعه. يبقى اسمها بعد ما يحيا. شاف عد على بحيرة نصر وطلع له التمساح. التمساح. قال له بص يا يحيا قدام شوية في منطقة اسمها ويتلاند. هتلاقي فيه كده مية. مية براك ومستنقعات. موجودة دي اسمها ويتلاند. بعد ما يحيا شاف الويتلاند. برضو لسه طاير بالبالون بتاعه. هو يحيا يركب منطاض وبتير. في يحيا بيتير بالبالون بتاعه شاف ايه? طلعت له من المية واحدة اسمها عروسة النيل. شكلها جميل. قالت له يحيا قدام شوية. في اخر النهر كده قدام شوية. هتلاقي في منطقة اسمها 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 دي انا عاملة فيها بارتي. يبقى ايه في منطقة ايه? قدام شوية. دي النهر اهو. بص مع ايه كده. ده كده ايه? ده كده نهر النهر. مسلا ده نهر النيل اهو. وده البحر اهو باللازر اهو. ده البحر. ده البحر. وده النهر. فهي عروس النيل طلعت له من البحر. طلعت له من نيل. قايت له بس تياحية قدام شوية. هتلاقي نهر النيل. بيعمل ايه? ميت بيقابل. بيقابل مين? بيقابل في منطقة اسمها ايه المنطقة دي? حلو انها لك باللون مختلف لون اصفر اسمها اللي هي المنطقة دي. يبقى معناها ايه? معناها وانت مغمض ها? ميت سي. مع ايه? مع الفرش. راح ات عروس النيل طلعت من النيل وركبت معيها البالون. عروس النيل. طلعت من النيل وركبت معيها البالون اللي هو المنطقة. بتفسح معاه. فالمهم هو هي ماشي ركب البالون. قلت له ايه تعالى وريك على مكان تاني في مية. ده اسمه ايه بقى المكان تاني? اسمه في مية تحت الارض. قال لها ازاي يعني? قلت لك كده. ده نوحها فرش. طب موجودة فين المية دي? قال لك يعني الصخور تحت. بس دي صخور ايه? بس امعي كده? دي صخور. بين الصخور في مية فرش. اسمها جراوند ووتر. في مية كتيرة جدا في مصر. يعني عايز اقول لك ان كمية المية اللي موجودة في تحت الارض في مصر اكبر من كمية المية الموجودة في الانهار. اه طبعا. يعني كمية المية الموجودة في الصحراء الغربية. خلاص? تحت الصحراء. بل لك كمية مية رهيبة اكتر من نهر النيل. انت متخيل? بعد ما اللي هي عروس النيل بيتكلم يحيى. قلت له يحيى. رجعني تاني الاوشان. رجعني المحيط. خلاص? شافت الاوشان. فرحة قوي. قلت له بس. انا هادرب غطس. في السولتي ايه? ووتر. في السولتي ايه? ووتر. دربت غطس في المحيط عشان تنزل فيه. المحيط ما له بقى? وهي بتدرب غطس فيه. عروس النيل دي لما دربت غطس. نزلت. اتعوارت. ليه اتعوارت? عشان في المحيط من تحت. بس اخد بالك بالحركة دي. في قلب المحيط من جوة في حاجات اسمها ايه ماونتن. في جبال. فعروس النيل وهي بتنط خبطت في الحتة دي. فالاوشان اللي هو المحيط سولتي. طب. دايما بيحيط الكرات. او الاوشان ده في ارضه من تحت في ايه? في ماونتن. في جبال. السؤال ده جميل جدا. قول لي مين فيه في السولت ومين الفريش. نحل له مع بعض نحل مع بعض. مين السولت? سي. بس. والباقي كله يبقى ده ده هنا. والباقي كله ايه? نكمل مع بعض. بيقول لي ايه? بيقول لي احنا عرفنا من شوية ان يعني لو المية كلمة بخد بالك من كلمة دي. كلمة يعني المية مش نضيفة. لو المية العزبة مش نضيفة. يحصل ايه? فيه كانت حقيقة هتموت كتير عشان كلنا بديشرب مية. في حاجات هتنقرد. في حاجات بتحنقرد بتعيش في الفريش ووتر لو المية دي مش نضيفة زي الفيش والانففينز اللي هي براميات. يبقى what happened? يعني لو المية السيئة زادت. يعني المية بقت سيئة. المية الفريش بقت سيئة. هيحصل ايه? في الاف الحيموت الميكانيات الحية. في تمام? السؤال اهو. والرجاء بتاعتها ايه? يلا بينا. يعني نضرة المياه العزبة وجودتها من الحاجات اللي بتقابل العالم كل المخاطر صح ولا غلط طبعا. مهمة جدا تبقى رمية نضيفة. بعض الحاجات هتنقرد لو المية بقت فقيرة الصح تشوه. مور زان وان هندرد. مور زان وان هندرد. اه مور زان اه تن بيرسنت اف وورلد انيمل في حوالي عشرة في المية. من الحيوانات بتعيش في الفريش ووتر. عيشها بس في الفريش ووتر. منشن فور يوز وفريش ووتر. قول لي اربعة استقادمات الفريش ووتر. دي نحسبها لك بقى. مسال اوي. احل مع بعض ها? امتى الدلتك كوانت لسه من شوية قيلنها. ها? لما حصل ايه? لما سرعة المية قلت. لما ها? لما سرعة المية قلت. كابت تجرب سرعة? وخبطت في مية تانية. تفاكرين? تفاكرين سؤال دوت? يعني ايه? الفريش ووتر كابت تجرب كده. الفريش ووتر اللي هو نهر النيل. بيجرب سرعة. خبط فين? خبط في السي. ها? ميتزا سي. ترعته قلت ولا ما قلتش? قلت. عشان دي اللي ايه? اللي هي السيديمينتس. الرأس بنزل اتمره واحدة. يبقى زبيت. يبقى لجابة ايه? زبيت. وفوتر ديكريز. يبقى لجابة دي الاولا ايه? سوري معلش? لجابة الاولا ايه? نكمل مع بعض. سؤالة تانية بيقول لي ايه? بيقول لي. ايه? في نهاية الدلتا في ايه? تتكون لما الماء تتجمع تحت. طالما قال لي كلمة لو. طالما قال لي كلمة لو. طالما قال لي كلمة لو. الوائنج اريا. اقول لي ك. امانج زا كاينت اف ويتلاند. ويتلاند او ويتلاندي بي. اخد وقتك ها. مارشز اند بوكز. ليه لبراك ولمستنقاط. اسوري اس فورمد وينزا ووتر اوف دوت. ميت زا ووتر اوف دوت. ها? ووتر اوف ايه? ممتاز. سكس. زا فلور اوف دوت. ماي كونتين ماونتين. فاكر. عرصت اني لما دربت غطس فين? في الاوشن. اتعوارت. ليه اتعوارت? عشان كان ايه موجود تحت? في ايه? ها سمعك بتقول. زا فلور او اللي كان فيه مونتين الاوشن. امانج زا اجزامبل اوف ريش ووتر باديز. ان ان ويتش مور زان تن برسنت اوف زا وورلد اني مال اسبيش سليف. ار. يعني حوالي عشرة في المية من اللي كانت الحياة بتعيش فين? في المية هي العزبة. صح كده ليه الفريش ووتر. تبقى ايه بقى? سمعك بتقول ممتاز. ايت. طيب ووتر زا تس فاوند ان سي. سؤال سهل جدا جدا. ها? يلا بينا? البنات الشطار فين? صولت ووتر. ايه محتاجين ايه اللي موجود في الليكس? الناس بتاخد ايه من المية? بتاخد ايه من الحاجات دي? بتاخد? فريش ووتر. امانج ايه يعني انا في مخاطر بتعرض لها المية. ايه هي? المخاطر. ان المية تبقى جودتها ضعيفة. والنضرة بتاعتها بتاعتش موجودة. يبقى يبقى يعني مخاطر. من المخاطر اللي بتهدد المياه ان هي تبقى ندرة مش موجودة. وتبقى تبقى مية ايه ملاوزة. صح والغلط. خبالك. الريفر بيبدأ فين? في الجبال. هو صح بيبدأ في الجبال. بس في شكل طبعا الغلط. اه الفالي المية بتنزل بسرعة. اللي بعديها بيقول لي اي حولها لند. صح ولا غلط? ايه ليك حولها لند. صح ولا غلط? ايه ليك حولها لاند. يبminute صح bile. غلط?ا ايه ليك حولها لاند. زر ايه، كما قول ليDA00 را نفسها للناس من حول را ايه، لاير mp vaccinated Comics الخبار cr lockdown اي سرنا اي صحيحة لاند. خبطي 7 اشرب كان ذائها لهو الوفر غلط. ممتاز. طالما قال لي باسر هذا الفالawat فيها الجبال طبعا. بيادئي الى موت. موت ايه? النظرة. وتوفير الماء والحفاظ على الماء العزبة. من الحاجات المخاطر اللي بتواجه الماء. يبقى النظرة. يعني يعني ليه مش. بس هي دي مخاطر? لأ يعني تمام? حاجة بتبدأ من بتبدأ من من ماونتن. يبقى اسمه ايه ده? اسمه فريش ووتر. اريا اف مد. ترى ما قال لي كمية وانت مغمض. يبقى هو قصده ايه? دلتا. مية حواليها لاندي. بقى اسمه ايه? سمعك بتقول? بص اجيب لك الصور. اجيب لك الصور عشان ما تقعدش تقول بص الصور ايه. ارضة حواليها بص ايه. صورة صورة ايه. بص بص عين. ايه. بس بص عين. ايه. عبر على الرجل باسمه ايه. مية حواليها لاندي. باسمه ايه. كيني رجعتين الموضوعنا. بقول لي بعد كده بيقول لي السؤال بعد كده. هيبقى اسمه ايه? يعني مية بتحيط بالكراط. يبقى اسمه ايه? اوشن. صح ممتاز بقى سفكر. it's land area which is partly covered with water. ارض حواليها مية. 6. water body. which contain a mixture of sea. water and river water. يبقى اسمه استواري. مية موجودة في الصخور يبقى اسمها ايه لما سرعة المية تبقى عالية حتى تعمل ايه ديب ايه المية سرعتها عالية جدا المية بتجري بسرعة تعمله ديب في الارض تحفر في الارض لما المية سرعتها تقل لما المية سرعتها تقل تعمل ايه 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 اللي بيترسب احنا قلنا المية بتجري فيها صخور فيها طينة اسمها الحاجة دي سيدمينتنس ات زيند ات زيند يبقى دلتا ار فورمد بي زي دبوست سيدمينتنس تمام نمبر سري ارض مضغطية جزئيا بالمية مش كلها قبلك من كلمة بارتلي كلمة ايه بارتلي ايه يبقى اللي جابة ويتلاند فور وين ريفور ميت سي طالما قال لي ريفور وسي يبقى اسمها استوري 5 when the water is stored in cracks and spaces of underground يبقى اسمها ايه دي المية اسمها ground water بيولي نمبر كان نمبر سيكس اكسنكشن of some species that live in fresh water انقراط بعض كانت الحية نبقىش في المية is due to the poor quality poor quality يعني المية مش نضيفة جودتها قليلة 7 the type of water that found in river most of lakes and stream is fresh water give reason delta are formed at the river end delta are formed at the river end ليه delta بتتكون في نهاية النهر الاجابة فوق على فكرة the boost of sediment ثاني كده بص الاجابة موجودة فين اهي الاجابة ايه بص الاجابة دي delta are formed by the boost of sediment الرواسب the boost ليه الاجابة الاجابة تسؤال الدول ground water is called by this name because they found under the ground between creeks ثاني للunderground سمتها underground ميه قوفية because it found underground between creeks 3 quality of fresh water effect the life of living organism because poor water lead to this of living organism ثاني poor water poor quality water المية اللي هي الغير نقية تؤدي الى this of living organism what happened water is collected in low lying area لو المية تتجمعها تحت هتعمل ايه يا مستر سمعت بتقول هتعمل ممتاز خلاص اللي بعديها the quality of fresh water become poor لو المية بقت poor فقيرة او بقت ملوسة living organism will die river meet sea لو النهر قبل البحر يعمل ايه a story make a story نكمل مع بعض نكمل على حاجة اسمها watershed يحيى برضو طاير بالبلون لما طاير بالبلون دخل في منطقة زراعية دخل في منطقة زراعية شاف واحد فلاح قاعد مرتاح قال له عام الفلاح انت ملك مرتاح قال له عشان انا عندي مية على طول قال له عندك مية على طول ازاي عام ما تقول قال له في منطقة قدام اسمها watershed 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 معناها ايه؟ معناها area منطقة بيتجمع فيها المية من كل حتة يعني بست كده مع المنطقة شاف المنطقة دي؟ اه ايوة المنطقة دي؟ المية ما تجمع فيها منين؟ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا يبقى watershed معناها معناها area of land water from different source flow towards a common location المية بتتجمع في المكان ده؟ خلاص؟ مية ايه بقى هنا؟ مية ocean بحر مية sea اي مية بتتجمع خلاص؟ فالوترشد هي مية بتتجمع منطقة بتجمع المية يبقى دي يقول لي كده area of land where water from different source flow towards a common location المية بتتجمع فيها المية بتتجمع ايه فيها؟ بس صاح ولا غلط ايه بس ما وتورشد نتكامل مع بعض طب بعد كده عشان هشوف ازاي بتتجمع او ازاي بتتكون؟ هقول ايه؟ ان سكوت الامطار بتساعد زيادة كمية ايه؟ كمية المية في البحر في النيل فبتعمل يعني بص معايا كده المثال ده ده كده نهر النيل مية بتجري ففيه شتة هنا هعمل شتة ده سحاب بينزل مين؟ بينزل مية صح؟ فالرينفول سكوت الامطار بيعمل ايه ده؟ بيزود كمية المية هين بص المية هتعمل ايه؟ يعمل حاجة اسناه فيضانات يبا يجي يقولك كده اسوء بيجي كده يقولك نقطة مين بيزود المية؟ بتبقى لإجابة ايه؟ وانت مغمض رينفول رينفول بتعمل ايه؟ بتعمل فلود؟ بتعمل فايدانات لما يحصل امطار يعني لما المية تقل يحصل ايه؟ لما سكوت المطر يقل يحصل ايه الريفل هو كمان المية اللي في الريفر تقل؟ فاسا حاجة اسمها جفاف يبقى المية تزيد تاني المية تزيد بص حركة دي؟ المية تزيد مية مطر كتير يعمل فلود طب المية تقل يعمل ايه؟ يعمل روه حل مع بعض احنا قلنا هنحل كتير؟ حل كتير قوي اي سؤال يقابلك حلو طالما قال لي بص تبقى الحتة دي طالما قال لي بتتجمع يبقى اللي جابة اسم ايه؟ لما يكون في مطر كتير مستوى المية يحصل لها ايه؟ صح؟ لما تزيد هتعمل ايه؟ تعمل فلودينج فايدنات فايدنات لما يكون في ماء الليلة مستوى المية يحصل له ايه؟ يقل يبقى وهيعمل ايه؟ يعمل جفاف تعمل مع بعض عن يعني ايه؟ مجاري مائية او مجرى مائي جوة ايه؟ جوة الارض الزراعية يعني بص معايا كده هكابل لك الصورة دي تخيل معايا كده ان في ارض زراعية مش احنا قلنا يحيا قبل فلاح يحيا ده قبل واحد فلاح فالفلاح بيفرغوا على الارض الزراعية بتاعته فيحيا بتفرغ الارض الزراعية فشاف المنظر ده شاف ان في ايه؟ شاف ان فيه مية كده مية بتجري واست الزرع وفي الاخر المية بتتجمع كده وفي الاخر بترمي فين؟ بتنزل في نهر النيل السماء ايه بيصر دي؟ اسمها اسم ايه؟ هلقول لها عائل زي؟ قول كده عبارة عن مية ما له المية دي؟ يعني حبة مية صغيرين مجرى مائي صغير بينزل فين في الاخر؟ بيصب فين؟ بيصب فيه نهر الكبير نهر ايه؟ الكبير يبقى انتو بيجر ريفر بيجر ايه؟ ريفر طب والبيجر ريفر بيودي فين؟ يعني الـ بيودي على البيجر ريفر طب والبيجر ريفر بيودي فين؟ بيودي على الـ كل واحد بيصب في الأكبر منه الفلاح خلي ليحي يشوف الفلاح وره ليحي ايه؟ حاجة اسمها داونستريم المكان بيخرج منه المية ماشي؟ اللي هو بيقول عليه ايه؟ بيقول عليه المنبع وعندي حاجة اسمها المصاب عارف الحنفية؟ فتحة الحنفية اسمها منبع يعني الانسان نشاطه في المية يعني نشاطه في المية يعني لما يرمي مخلفات في المية مش بيأثر على النباتات يا سلام ايه رأيك في الكلام دا؟ بنات ايه رأيك في الكلام دا؟ طبعا وإحنا مغمضين نقول ايه؟ فالس طب لما قال لي سمول وبترمي في حاجة تانية اكبر يبقى اسمها tributary صح؟ tributary صح؟ اه true down stream is the place where river ends down stream ها؟ true نكمل مع بعض يلا بينا most of water on earth معظم المية على الأرض ملها سمعت بتقول؟ من غير ما تفكر salt water يلا اسئلة دي سهلة طب there are the area of land where all water flow to common location المنطقة اللي بيجمع فيها المية يبقى اسمها ايه؟ مش area of land where all water flow to common location as ocean يعني المية فيها بتتجمع بتروح في مكان سمعك بتقول ايه؟ خد وقتها خالص يبقى السؤال اللي هو بتاع number number two هاي تاني the area of land where all water flow to common location المية بتتجمع فين؟ سمعك بتقول قال لك كلمة وانت مغمض؟ قال لي كلمة وانا مغمض هاقول له ايه؟ تاني كده سوري معلش بتاني سنة شوية قال لي وانا مغمض هاقول له watershed عشان كلمة common location number three the level of water in a river increase المية بتزيد امتى؟ المية بتزيد امتى ها؟ لما يحصل ايه؟ rain force tributary usually end المية بتنتهي بايه؟ tributary ده حينتهي بايه؟ حينتهي ما بقول لك الصغير الكبير لك كبير منه يبقى ocean ايه اللي بعدية؟ زا corrective flowing of water سريان المية الصح ازاي؟ بتودي للبيك ريفر والريفر يودي على يبقى لجابة ديت ممتاز كل حاجات دي بتعمل تلوث مع ده؟ ها؟ سمعك بتقول في حاجة ما بتعملش تلوث اللي هي مين؟ ها؟ يلا ها؟ هتجيبها انت؟ خد وقتك يبقى لجابة ايه؟ ده؟ ما بيعملش حاجة؟ السؤال بعد منه بيقول لي ايه؟ بيقول لي مين في دول بيلوث المية؟ مين بيلوث المية؟ بسبب تأثير الرياح؟ تبقى حاجات خفيفة يبقى لجابة ايه؟ دعم يعني ايه؟ يعني مخلفات المصارف الخفيفة صح والغلط؟ صح والغلط؟ لما بابني مصانع، انا بحافظ على المية العادة، الكلام ده صح؟ مين بيعملش حاجات خفيفة لما المية تزيد، لما المطر يزيد، المصارف المية حيقل؟ طبعا صح والغلط؟ يعني ايه؟ يعني المية بتروح على طول على الاوشان؟ ولا بتروح على الريفر؟ اه، في الاول الريفر بقى كده ايه؟ اوشان، يبقى كده غلط فايف، أبستريم؟ 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 طيب أبستريم؟ المخالفات المصانع that are built near west watershed can affect the quality of water؟ صح والغلط؟ طبعا بتأثر دم can hold the water behind الصد بيخز المية وراه which cause change in the amount of water in water bucket بيخز المية وراه عشان يقلل من كمية المية او يحافظ على كمية المية صح اه طبعا. الخزان بيخزن اسمه دائم يعني بيخزن الماء. عشان نحافظ عليها. شفت كمية دي. عشان بس انت متحطرش. قال لك كمية ماء صغيرة. كمية ماء صغيرة. كمية ماء صغيرة. بتصب فيه الانهار. يبقى اسمها ايه? مبنى. بيتبنى على النهر. عشان يخزن الماء. يبقى ايه? قال انشطته هتعمل ايه? هتعمل ايه? هتعمل ايه? هتأثر فيها صحي كده? ايه? خد وقتك. يبقى بعض الحاجات الانسان بعملها هتعمل ايه? هتعمل ايه في المية? مع بعض كده واحدة واحدة. وعايز اتركز في السؤال ده. انشطة الانسان. يبقى دي نمبر ون. تمام? طب. لما مياه المطر تقل يحصل له ايه كمية المياه في الانهار. ايه كمان. هتقل يبقى دي نمبر تو. ايه? لما ما يتقل هتعمل ايه? هتعمل يعني ايه? جفاف. خلاص? اوكي? عرفنا كده. طب. نمبر سري. سمول ايه? سمول. ستريم. هنا ستريم. او كريكس. يعني عبارة عن مجرى ماء صغير. بيصب في فين? بيصب في السي. او في البيز. خلاص? تمام? نكمل مع بعض. افارم از يوز از يعني المزرعة لو هي جنب المزرعة. اه لو موجودة جنب ايه? جنب مجرى المياه. ممكن تلوزها. لو هو ده المزرعة دي بتستعمل ايه? لو فيها لو فيها زراعية هتلوز. الزراعية دي بتعمل ايه? الزراعية هي بتزود من سرعة نمو النباتات. بس هي بتلوز المية. نمبر ايه? طالما قال لي كلمة وانت مغمض اكتب ده. قال لي قوله ده. ليه بيحافظوا على المية? هن في اكتر من اجابة. كمية المية العزبة اقل من المية الملحب. تاني. كمية المية العزبة قليلة جدا. تاني او حاجة تانية. في كل حياتنا. اي سؤال في كمية للمعلماء بيحافظوا عليها? بيقول كتب كتب. بيكوز وي نيد فريش ووتر مور زين سورتي ووتر. بحتاجينها اكتر. اي حاجة. ده او ده يمشي. مي كوز ووتر بليوشن. المزارع. اللي بجوار اللي هي المجاري المائية ممكن تلوزها. لو بييوز كيميكا اليجابة فوق اي. اهي العجابة فوق اي. اعجابة هنا. هي دي الايجاب. يا بيه اجابتت السؤال ده? يا بيه اجابته هنا. ايف زي يوزن كيميكا ايه فير ترايزر. نكمل مع بعض وات هابين. لو مستوى المياه الامطار زاد. يحصل ايه? تاني. مستوى المياه في النهر. لو فيه مصرف جنب المية. ما هتتلوث. بازن الله المرة جاي حنكمل لسن فور وفايف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.